ما وراء الخبر الخبر تصدر وزارة الخارجية الامريكية بيانا تقول فيه تعقيبا على كلام بن يمين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ورئيس اركانه هاليفي عن الاستعداد واكمال الاستعداد لعملية كبيرة او عملية قوية كما قال هاليفي وكما قال نتنياهو في جنوب لبنان تعقب على هذا الكلام وتقول الخارجية الامريكية تقول ان اي تفكير بعملية عسكرية كبرى في جنوب لبنان يشكل مصدر خطر على امن ومستقبل اسرائيل طبعا هذا الكلام جديد سابقا كانت تقول الخارجية الامريكية انها لا تشجع على عملية عسكرية مرات كانت تقول ان التفكير بعمل حربي ضد لبنان واسع ضد لبنان انما يعني تعريضا لاستقرار المنطقة للاهتزاز للمرة الاولى تستخدم الخارجية الامريكية هذا التعبير الدقيق يشكل خطرا على امن ومستقبل اسرائيل ثم تضيف وفي كل حال ان وقف اطلاق النار في غزة سوف يؤدي حكما الى وقف العمليات من جنوب لبنان ما وراء الخبر هذه العقلانية الامريكية من اين جاءت يعني انها تقول للاسرائيليين انتم تخاطرون بامن ومستقبل اسرائيل اذا فكرتم بعملية عسكرية كبرى على جنوب لبنان وانه بلا لف ودوران اذهبوا واوقفوا اطلاق النار في غزة هذا هو الطريق الوحيد للتخلص من الخطر الذي يمثله الوضع في جنوب لبنان ما وراء الخبر طبعا اولا ان المقاومة في جنوب لبنان بصمت بصبر بمثابرة باتقان بذكاء نجحت خلال ثمانية شهور باحداث تحول كبير في موازين القوى هذا التحول له عدة سمات سمته الاولى هو انه تعقيد لا فكاك منه يعني لا يملك جيش الاحتلال حلا سحريا لهذا الوضع لا يملك قدرة على التساكن معه المهجرون الذين غادروا المستوطنات وهم في تزايد هم عبء سياسي وليس عبء اجتماعي فقط هم ضجيج وصراخ وكلام اين هو الجيش اين هي هذه الدولة اين هي الحكومة الذي يهجر الاخر هو حزب الله يهجرنا ولسنا نحن من يهجر حتى عدد المهجرين من جنوب لبنان يعني لم يصل الى الخمسين الف حتى الان بينما المهجرون من شمال فلسطين تجاوزوا المئتي الف وبالتالي نحن امام معادلة لا يمكن التعايش معها ومضت شهور على هؤلاء وحتى غادروا الفنادق وبعضهم ينصبوا خيما وبعضهم يعيش في وسط الكيان ويحتكوا بالمواطنين هناك من مستوطنين ويبثوا مناخا من الهزيمة ومن الاحباط فوق ذلك عندما يعجز جيش الكيان عن التعامل مع هذه المشكلة وتمر الأسابيع الأخيرة التي قال الجيش الإسرائيلي أنه خلال ثمانية شهور أطلق حزب الله ألفي صاروخ منها ألف خلال الشهر الأخير ويقولون هذا معنى احتراق الجليل أن هذا الثقل في النيران بالطائرات الاقتحامية الانقضاضية بالصواريخ بالاستهدافات على خط الجبهة المباشر الاستهدافات في العمق التي وصلت إلى عكة وإلى طبرية أي إلى أعماق الأربعين كيلومتر والخمسة وأربعين كيلومتر هذا التحول في أداء المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان يشكل تحديا لقوة الردع الإسرائيلية أين هي قوة الردع؟ خرج ليبيد رئيس الحكومة السابق وزعيم المعارضة الآن يقول الذي يحترق ليس شمال هو يقول إسرائيل ونحن نقول فلسطين محتلة الذي يحترق هي قوة الردع انتهت قوة الردع أين هي قوة الردع؟ هذا يشكل عبءا ماذا سيجيب نتنياهو؟ ماذا سيجيب هاليفي؟ جالاند كان يقول وزير الحرب كل أسبوعين يقول سنعطي للعمل الدبلوماسي مهلة أسبوعين للوصول إلى حل ينسحب فيه حزب الله إلى موراء الليطاني وإذا لم يحدث ذلك سوف نبدأ حربا يمضي الأسبوعان ولا يفعل شيئا ثم بعد أسبوعين يعود لذلك أبعدوه لجالاند يعني صار مهزلة وبدأ يتحدث نتنياهو وهاليفي عن إكمال الاستعداد ماذا تعني الحرب؟ هنا المقاومة أدخلت عنصرا جديدا في الردع ويبدو أن هذا العنصر كان موجودا بصورة غامضة في عقل كيان الاحتلال لكن لم يكن يتخيل أنه قد بلغ هذا المدى دائما كان يتحدث الجيش الإسرائيلي وخبرائه أن لدى حزب الله صواريخ دفاع جوي وأن لديه شبكات دفاع جوي لكن لم يكن أحد يعلم مدى فاعليتها وحتى الآن لا أحد يعلم مدى فاعليت ما لم يظهر منها يعني المعلوم هو ما أظهرته المقاومة المقاومة أظهرت صواريخ دفاع جوي تعاملت مع طائرات الهرمز المسيرة وخصوصا هرمز 900 التي تحلق على ارتفاع 3000 قدم وهو ارتفاع عادة يحسب للطائرات الحربية وتسير بسرعة تعادل سرعة الطائرات الحربية فاستخلص الإسرائيليون بعد إسقاط طائرتي هرمز 900 أن المقاومة الإسلامية قادرة على التعامل مع الطيران الحربي بالأمس قام المقاومة بإطلاق صواريخ دفاع جوي على طائرات حربية 15 F-15 أو F-16 وأجبرتها على الفرار هذا تحول هذا يعني أن الدفاع الجوي لدى المقاومة بدأ يظهر فاعلية وبالتأكيد من خبرتنا مع المقاومة ومن سيرة هذه المقاومة المخبأ أعظم وأكبر ولا يعرف الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام أعلن جيش الاحتلال أنه طلب صفقة جديدة من طائرات F-35 غير الصفقة الأولى التي وقعها قبل شهرين فما هي الحاجة للF-35؟ لغزة بالتأكيد لا للضفة بالتأكيد لا للبنان لماذا؟ لأنه ربما يكون في حسابه أن ما لدى المقاومة قادر على التعامل مع F-15 والF-16 والF-18 وقد تكون F-35 يعني أعلى مستوى من قدرة صواريخ الدفاع الجوي لدى المقاومة المعركة الآن هي معركة الجو والمقاومة يبدو أنها تشتغل وبقوة على تعطيل سلاح الجو الحربي لدى كيان الاحتلال بعدما تمكنت من إلحاق الأذى العميق بسلاح الجو المسير لدى الكيان وبالمقابل بعدما أثبتت ما يقوله الخبراء الإسرائيليون إن حزب الله يبدو وكأنه قد حفر ممرات ومجار تسلكها طائراته المسيرة فتصل إلى أهدافها دون أن تتمكن قبة الحديدية وراداراتها من الملاحظة ومن التحرك ومن إطلاق الصواريخ وهذا بائن وواضح عندما تنجح طائرات المقاومة المسيرة بإصابة القبة الحديدية وبإصابة الرادار وقد شهدنا الفيديوهات التي يصاب فيها الرادار بصاروخ مباشر التي تصاب فيها منصة إطلاق الصواريخ في القبة الحديدية بصاروخ مباشر المقامة فتحت أمامها أجواء الشمال فلسطيني وهم يقولون الآن السيطرة في المجال الجوي في الشمال لم يعد لنا الإسرائيليون يقولون هذا المحللون الخبراء القادة السابقون في سلاح الجو وفي الدفاعات الجوية يقولون حزب الله يسيطر على أجواء الشمال بعدما سيطر على البر ونيرانه تسيطر على كل المستوطنات هذه المستوطنات التي أقاموها في شمال فلسطين منذ أيام بن جوريون كان لها عنوان واحد هو تشكيل خط دفاع أول عند أول طلقت نار هرب المستوطنون في جنوب لبنان هذه القرى التي أقامها أجدادنا كان الناس يهربون عندما يطلق النار الاحتلال أو يدخل جنوده اليوم هذه القرى عامرة وهذه القرى يبقى فيها أهلها صحيح أن هناك من غادر لظروف لا تحتمل لكن الكثيرون بقوا ويعيشون حياتهم العادية هذا لأنهم يؤمنون بالأرض بالوطن وبالمقاومة